حل المعادلات بالضرب أو القسمة حل كل من المعادلتين الآتيتين نأتي إلى المعادلة الأولى 2 على 3 قاب تساوي نصف طبعا أولا بالضرب أو القسمة متى نضرب ومتى نقسم عندما يكون لدينا علدا نسبيا بهذه الطريقة فإننا نضرب في النظير الضربي فالنظير الضربي إلى 2 على 3 هو 3 على الاثنين ضرب وهنا كذلك نصف ضرب 3 على الاثنين يتبقى لنا الآن 2 على 3 قاب تساوي طبعا هذه النصف مضربة في النظير الضربي 3 على الاثنين الآن نختصر الثلاثة مع الثلاثة الثلاثة مع الثلاثة فيبقى لدينا قاف البص في البص ثلاثة والمقام في المقام أربعة فيكون لدينا الحل ثلاثة على أربعة لو أردنا أن نتحقق الثلاثة على ثلاثة هذه وقاف قيمتها ثلاثة على أربعة وحسبنا الثلاثة مع الثلاثة الثلاثة فيها الواحد الثلاثة فيها الاثنين فيعطينا الحل نصف إذن إجابتنا إجابة صحيحة نريد أن نعرف متى نضرب ومتى نقسم بالضرب إذا كان لدينا عددا نسبيا والقسم إذا كان لدينا عددا صحيحا وسنراه في الفقرة التالية في هذا المثال تسع وثلاثون تساوي سالب ثلاثة راب هنا لا نضرب ولكن نأتي ونقسم لأن عندنا عددا صحيحا فنقسم الطرفين على كم سالب ثلاثة الآن إشارة سالبة ثلاثة على الثلاثة واحد تسع على الثلاثة ثلاثة يطلع تسع وثلاثين على ثلاثة ثلاثة نقصر سالب ثلاثة مع سالب ثلاثة يبقى لدينا وهذا هو حل المسألة إذن حل المعادلات بالضرب أو القسمة عندما يكون عددا نسبيا كسر هكذا فإننا نضرب في النظير الضربي وعندما يكون عددا صحيحا سالب ثلاثة أو اثنين أو خمسة فإننا نقسم على هذا العدد وشكرا لحسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر